ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وفد مصر في الجلسة الافتتاحية لفعاليات مؤتمر لحظة الأمم المتحدة لتقييم نظم الغذاء 2023 بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات وخلال الجلسة الثانية ألقى وزير الزراعة السيد القصير كلمة أكد خلالها أن مؤتمر هذا العام يتزامن مع واقع مليء بالتحديات المتشابقة والمعقدة وقال القصير أن الأزمات العالمية والتغيرات المناخية تؤثر على قدرة الدول الإفريقية على الوفاء بالتزاماتها يتزامن المؤتمر هذا العام مع واقع مليء بالتحديات المركبة والمتشابقة والتي ترأت على الصعيدين الإقليمي والدولي وهي التحديات غير المتصقة في تبعاتها السلبية استعاني الدول النامية خاصة الإفريقية منها من أزمة حققية تؤثر على قدرتها للوفاء بأمناء الغذائي والتغزوي في الظل انقطع سلاسل الإمداد وتزايد الأسعار العالمية وضيق الحيز المالي المتاح لتمكنها من بناء أنظمة غذائية وزراعية أكثر صمودا ومرون الأمر الذي يلقي على عاطقنا جميعا المزيد من المسئولية للتعامل مع نقص الغذاء وزوء التغزية بالتوازي مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع إلاء الأولوية للدول النامية والاقتصاديات النشاء وقد أتقدت التقارير العلمية المختلفة خاصة التقارير الأخير لللجنة الحكومية لتغير المناخ على هشاشة نظم الغذاء وقطاع الزراع وتأثره سلبا بالطائرات المناخية سواء على مستوى الانتاج الزراعي والأنشطة المرتبطة به أو على مستوى الموارد المائية